أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الأحد 21 تشرين الثاني نوفمبر القمر الساعة 21.23 دقيقة من صباح اليوم 21 رح ينتقل لمنزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 33.32 دقيقة من صباح يوم الاثنين 22.11 لينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا القمر اليوم موجود في الجوزاء لآخر يوم وفي عنا خلوم مسار 23.11 القمر بما أنه موجود في الجوزاء فتأثيره علينا جميعا على جميع الأبراج 24.11 في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية 25.11 وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد 26.11 وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها 27.11 وبوسعنا أيضا للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي 27.11 بالنسبة للزوايا اللي متشكلة 28.11 وفي زوايا انتهت تأثيرها ولكن في بعض الزوايا مستمر تأثيراتها 28.11 منها أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس 29.11 وهاي كان ذروتها يوم 19 الشهر هي مستمرة لغاية يوم 21.11 يعني بظل تأثيرها 30.11 وهاي الزاوية بتهيئ الفرص للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة 30.11 وبتخلينا ننظر للحياة بتفاؤل أكبر من الماضي 30.11 كما أنه بتخلت شعبيتنا تكون في تصاعد 30.11 أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اللي هي التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري واللي برضو كان ذروتها يوم 19.11 هاي برضو مستمر تأثيرها لغاية يوم 22.11 بما أنها زاوية سلبية وعطارد والمشتري فهاي بتهدد بنوع من أنواع القلق النفسي 20.11 بيزيد ميلنا للحكم بأخطاء أو أنه حكمنا بيكون خاطئ 21.11 بفشاء الأسرار بيعرضنا لبعض المشاكل مع العدالة 21.11 أهم شيء في الفترة هاي إنكم تتجنبوا توقيع الوثائق المهمة 22.11 وما تقوموا بأي استثمار أو مضاربات مالية 22.11 لأنه ممكن يكون حدي جدا أو تسبب خسارات ممكن توصل لقضايا أو دعاوى قضائية 23.11 بالنسبة لدوليا هاي بتدل على توجه الصحافي وسائل الإعلام لانتقاد 24.11 السياسة المالية والتجارية للبلاد وبتم فضح بعض الاختلاسات 25.11 والتلاعبات في المؤسسات المالية أو البنكية وبيتم انتقاد بعض 26.11 القوانين والتشريعات الجديدة أو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال 27.11 الصحافة للمقاضاة أمام العدالة كما أنه ممكن تقوم يعني تصير 27.11 في نوع من أنواع الجدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية 27.11 أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة المؤثرة خلال هاي الفترة هي زاوية التسديس المنفصلة اللي هي بين الزهرة وبين المريخ 28.11 وحكينا أنه هاي راح تستمر رغاية 19.12 ما راح تصير منتصلة راح تظل منفصلة 29.11 وهاي بتخلي شوي سود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين 30.11 وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة 30.11 كما أن هاي دوليا إلها علاقة بالصحة بالأمراض 31.11 إيجاد علاج معين أو لقاح معين لمرض 32.11 يعني كان صعب إنه يجدوله بالفترة الماضية 33.11 أما بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل اليوم 34.11 أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون 34.11 وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربع دقائق صباحا 34.11 بتوقيت غيرينتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي 35.11 من نسج خيالهم بعيد عن الواقع 36.11 وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين 36.11 أما بالنسبة للزاوية الثانية وهي زاوية بطيئة بدأ تأثيرها من يوم أمس 36.11 هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيرها راح يستمر لغاية يوم 22.11 طبعا هاي الزاوية ذروتها الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة صباحا 23.11 بيزيد من حد الذهنة الحدس الحس النقدي 24.11 نحن حب العدالة الاهتمام بالأمور الغامضة 24.11 بتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة 25.11 أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار 25.11 هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر 25.11 بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا 25.11 ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني 25.11 وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي 26.11 وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية 26.11 بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار 27.11 يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة 28.11 بعد العصر بتوقيت جرينيتش 28.11 يعني بتوقيت الأردن الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة مساء 29.11 وبيستمر حتى صباح اليوم التالي أي يوم الاثنين 22.11 حتى تمام ساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا 28.11 هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم 29.11 مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين 29.11 بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار 30.11 بما أن القمر موجود في برج الجوزاء 30.11 فالأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا واللي لازم نوفر لها 30.11 هناك إضافية هي الكتفين والذراعين اليدين الجهاز التنفسي 31.11 الشعب الهوائي الريئتين الوصلات العصبية اللي هي لمهارات الاستشعار 31.11 الشعيرات الدموية هاي أهم النقاط اللي لازم إحنا نهتملها الفترة هاي 32.11 ونعطيها العناية اللازمة إذا شعرنا بشيء أي غير اعتيادي في هاي المناطق 33.11 لازم نهتم فيها علاجيا أو طبيا 34.11 طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ما زال الوقت أنا بقترح إنه غير مناسب إلا للضرورة القسوة يعني اللي مضطر إنه يعمل عملية جراحية بهاي الأيام بعملها اللي بيقدر يأجلها يأجلها لغاية يعني أقل ما فيها نخلص من اكتمال القمر وبرضو من مراحل أو من تأثيرات الخسوف يعني لو خلناها ليوم 22.11 بيكون أفضل طبعا فترة خلو المسار لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية بتكون تنتبهوا لهاي النقطة وأي عمليات جراحية غير العضاء اللي إحنا ذكرناها قبل قليل طبعا بالنسبة لقص الشعر هي لا تصلح لقص الشعر لا التجميلي ولا حتى القص العادي لأنه القص العادي هو بيقولك عادي بس هو بضعف الشعر بالفترة هاي أو تأجلوها لـ 22.11 بيكون أفضل بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم يعني بدأ مناسب الآن أنه تأخذوا المطعوم ولكن عشان التأثيرات وعشان إلها علاقة بالقصبات الهوائية والرئة والأشياء اللي زي هيك لو ننتظر شوي بيكون أفضل ولكن إذا مضطرين تأخذوا اللقاح ما في أي مشكلة أهم إش انكوا تحافظوا على أخذ حبتين بندول أو برستمول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل 17 يوم في تمام ساعة 4 أو دقيقتين بعد العصر بيصير 18 يوم فلكي نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22.11 طبعا اليوم نزلت حلقة بتتحدث عن الشمس وانتقالاتها وتأثيراتها على جميع الأبراج بتقدروا تبحثوا عنها في القناة وتسمعوها طبعا هي اليوم سعيدة بنسبة 30% أما بالنسبة للقمر في الجوزاء حتى يوم 22.11 سعيد بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 24.11 منتحس الآن هو بنسبة 25% ولكن في ساعات الصباح رح يتحول من منتحس لسعيد وبصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 19.12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13.12 اليوم منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29.12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم رح تشعروا بنشاط عالي جدا أكثر من الأيام الماضية وخصوصا أنه بدأ تأثير الخصوف يقل شوي شوي فاليوم رح تنشطوا بالسفر والاتصالات القصيرة الحوارات النقاشات الاتصالات بكل أنواعها فهي الفترة فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شي إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض اليوم رح تكثر عندك الزيارات والتنقلات وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أوجر برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شي إنه اليوم تهتموا بالأمور المالية ورح تهتموا فيها وترتيب وضعكم المالي وبعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي بتكوا تتجنبوا النفقات ممكن تقلقوا بشأن مصاريف إلها علاقة بتصليحات أو استحقاقات مالية أهم شي إنكوا تتجنبوا نزوات التسوق وبتكوا تحاذروا من تهديد الاستقرار المالي التقلبات المالية اليوم ممكن تنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اليوم رح تلمسوا انفراج وترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ ممكن اليوم تواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة وتتلقى جواب كنت بتنتظره من فترة هاي الفترة يعني بتتضح فيها الأمور أكثر من الحد الطبيعي يعني أكثر من الطبيعة بالعكس بتصير شفاف الأمور بالنسبة لإلك لدرجة أنه الخبر بيجيك لحاله بانتظارك اليوم لقاء أو بداية مرحلة جديدة برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي عشان القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم حاولوا انكم تبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات حاولوا انكم تأخذوا قصة من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة اليوم حادروا من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي طبعا الالتباس الالتباسات بالحوار أو تفهموا مواضيع غلط برج الأسد ابتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو لا تأييد أحدهم ممكن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم ولكن إذا اضطرت لطلب المساعدة فبرضو اليوم مناسب لا إلك حاول انك تستشير أهل الإختصاص بتطمئن مخاوفك وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء انك ما تستسلم بل تفاءل بالخير الأهم انك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل الغد قبل ما يصل القمر لبيت متعبك برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولونك تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم اليوم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ بدك تحاول أنك تكون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أحدهم دع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام القارص أو الكلام اللي بيكون مش مفهوم وممكن يترجم على أكثر من وجه برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاولوا أنك تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وتكثر عندك الانشغالات الإدارية وبدك تحاذروا من المتاعب الصحية الأجواء طبعاً بما أنه القمر موجود في مكان حساس بالنسبة لإلك فهذا الإشي بيتعبك شوي إلا أنه الأجواء فيها فرص ممتازة للتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وأمور إلها علاقة بتعزيز العلاقات العاطفية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاج اليوم لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من شيء معين أنت بحاجة لمساعدة فيه فحاول تستشير وما تخجل أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك بدك تشارك في كل النشاطات وتبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكاتكم في العمل أو شراكاتكم العاطفية هذه فترة صعبة لأن القمر مقابلك تماما فعشان هيك بتلاقي أن الوضع مباشي بثقل فيك بعض الهموم المسؤوليات ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر فحاول إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاذروا من تراجع صحي حاولوا إنك تباكروا لعملكم وحاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تقيد الأشخاص اللي بتعاملوا معك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا اليوم أنت مدعوم بطاقة عالية جدا فعشان هيك اليوم بتكثر عندك التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنها ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك حاول إنك تكون شاكر لإله وما تنسى رد الجميل برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة ممكن اليوم تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة أهم شيء ما تتسرع بالحكم على الأمور وعلى الأشخاص من مجرد إنك حسيت بالشيء تحاول إنك تدرس الأمور بعقلانية أكثر وتتأكد يبل ما تحكم ممكن اليوم تعاني من سوء تفاهم أو شك فعشان هيك بدك تكون حذر من نقاط الضعف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر